والفضل طبعا يرجع لحضراتكم الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتتابع الناس اللي بتدينا همية لانه المشاهد هو عنصر التقييم الاول والاخير احنا ما عندناش في العالم العربي الريتنجز او الشيء اللي يقول مين تفرج على مين يعني زي ما قاش حياتك شافين كده بنتلمس اشياء ما فيش حاجة تقول والله ده رقم يعني في امريكا تقدر تقول بالليل كان برنامج مين هو اللي نمرة واحد او لما جاب ايه او عم لا احنا ما عندناش كان ولذلك انا بشكر المشاهدين اللي بيتحملوا يعني الفرج علينا كل يوم احنا برنامج طويل عدد ساعاته طويلة لا استطيع ان ادعي ان انا ما بغلطش طبعا ليه اخطاء لان احنا بنشتغل على الهواء اوقات كثيرة ممكن معلومة تفلت مني رأي اقولوا غلط شيء ما تكونش مطلع عليه وارد يحصل ولاني بتكلم عن ناس اللي ليها فضل يمكن ما كنتش حبقى موجود هنا لولا ادارة الام بي سي شيخ وليد ابراهيم واللي رشحني لهذا المكان وناس كتير يعني تقول لي يعني ايه اللي حصل وايه الحكاية مستشار توركي قال شيخ هو اللي رشحني الام بي سي بصراحة وهو اللي قالهم الراجل ده يعني ينفع يكون موجود في ام بي سي وانا فاكر يوميها بعد ما يعني اتفقن ان انا اشتغل قال لي كلمة مهمة جدا وانا بقولها دايما للناس اللي تشال معايا قال لي طور رئابتي طور رئابتي والكلمة دي بالنسبة لي هي عقد الناس اللي حوالي يعرفوا انا لا بتاعقود ولا انا يعني التزامي والتزام الناس اللي معايا كلها هو التزام ان احنا نقدم للمكان اللي احنا فيه شيء جيد وشيء محترم يعني شكرا